نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباب بشأن استحداث شروط جديدة لبرنامج تكافل وكرامة منها استبعاد من يملك ثلاغة أو جهاز تلفزيون من الاستحقاق وشدد المركز على استمرار جميع المستحقين لبرنامج تكافل وكرامة بشكل طبيعي دون حذف أو استبعاد لأي أسرة تستحق وتنتبق عليها شروط الاستحقاق للحصول على دعم نقضية موضحة أن امتلاك الأسرة ثلاغة أو جهاز تلفزيون لا يأتي ضمن محددات الاستبعاد من برنامج تكافل وكرامة